أبو علي اسمح لنا يعني نعيد تقرير حضرتك أعلنت فيه من 2015 أن الاتفاق النووي باطل وسوف يفشل وكان للسيدة الفلان الذي كبير جدا لديه الرؤية الواضحة بأن الاتفاق النووي سينهار وقالوا لي ما عندك في قلبك عن الاتفاق فجاوبتهم الاتفاق النووي سيخرب وينتهي صحيح سيفشل يعني بعد ذلك من الزمن وقد تطيح بالاتفاق النووي انظروا يا أيها الناس لم أكذب والله لم أكذب والله لم أكذب حينما قال معلمي إن الاتفاق النووي عبارة عن كذبة ظللت بها إيران فاعلم سيذهب الاتفاق إلى الجحيم أنا أقول لكم أصبح الاتفاق النووي بها مهب الريح قلت والله يقول معلمي إن الاتفاق النووي ذاهب إلى سلة المهملات أو سلة الزبالة عزكم الله الاتفاق النووي سينهار وينتهي وإيران تضرب ولذلك لو كانت عندها القنبلة النووية وتلوح بها العماي سيكس لصالح السي آي آي علنية يعني لأن شاف الإيراني يضحك ويمشي وياكل ويل أمريكي وإذا تحاركه ويقل الفصيل فلان نضرب للمنطقة الخضراء حتى نضغط عليهم يعني هذه كلها الله سبحانه عز وجل جاءت شايف الناس إذن ما لها علاقة بالدين لو كان الله عنده دين يطي بصيرة يطي إدراك يكشف عن غطاءه يرى خلف الجدار كل هذه يقول معلمي أرادت أن يفتبح بها كل من يدعون الدين بأنه لا يملكون بصيرة ولا علم ولا روية على الأطلاق الإيراني إذا ما يرجع يعيد حساباته مع العراقيين ومع اللي كانوا يأكلون بصفرته ومع الإيرانيين اللي اشتغلوا بالعراق وغيرهم واصدقائهم يقينة ستنهار إيران وتتدمر أحسن دكتور دكتور التغيرات التي حدثت في الإدارة الأمريكية من وصول بومبيو وبولتون السهيونيين إلى السلطة هل أثر هذا القرار في قرار ترامب للتخلي عن اتفاق النووي وصرع به شوفي هاي أسباب واحد تطلع عنده فالولة بجسمه يروح إلى الطبيب يستأصلها يزرحها يلقيها سرطان لو كانت هاي الفالولة باقية تبقى 100 سنة ما يموت هي أسباب للموت الأسباب لتدمير إيران أسباب للإجهاز على إيران هذه الأسباب أن الناس الذين يعملون في إيران أصبحوا مثل العراقيين مدخومين بالأموال والناس ما عتتاكل هذه أشياء حينما تحجب عن ولاية الفقه كل ما عندك من أسرار وكل ما تعرف والأمريكي يصول ويجول داخل خلجاتك يقيناً أنك ستخسر كل شيء لأنك ابتعدت عن الله وابتعدت عن ولاية حليبنا بيطال نحن يردون من عندنا نأله الواحد يعني أنا من ذي شو مرة قلت إن إيران يدخلها فاتح الإمام الحجة الدنياً قلبك أي شو يدخل لنا جفاة إيران بها علي بن موسى الرضا واحد وبها علي بن أبي طالب أبو السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض ويدخلها فاتح الإمام الإمام علي والحسين ودم الحسين لم يؤثر بالعراقيين يؤثر علي بن موسى الرضا بالإيرانيين شو هالحاجة هذا؟ هذا حاجة منقصة للعقل منقصة للعقل الآن إذا أتى عيد النوروز بيوم عشر عاشور يحتفلون بعيد النوروز